متابعين الاعزاء نعمل منكم الاشتراك في القناة والتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا اولا باول ابرزت صحيفة بلد الالمانية تصريحات الجنح الولزيغرث بلعبي ريال مدريد حول مستقبله وربطه بفريق بايرن ميونيخ فقال بيل عن انتقاله للبايرن لا يمكن ان تقول شيئا عن المستقبل بايرن ميونيخ فريق رائع وفي السنوات الاخيرة كان دائما من الفرق القوية في اوروبا والمرشحة للفوز بالالقاب شرف كبير ليان يرتبط اسمي بالفريق لكن في الوقت الحاليان لعب في ريال مدريد واكد بيلانه يرغب في اللعب اكثر وتسجيل الاهداف موضحا لأكون صريحا اريد ان العب اكثر وان اسجل اهدافا اكثر دائما ما اريد هذا ورحب بيل بيل بولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي يرتبط اسمه بالانتقال الى ريال مدريد مشددا ليفاندوفسكي يملك المؤهلات للعب في ريال مدريد انه لاعب بامكانية هائلة اكدها مع بايرن ميونيخ ومنتخب بولندا يشكل خطرا دائما ويجب علينا ان نراقبه خلال مواجهاتنا اعترف مدرب ارسنال ارسن فينجر بانه ارغم على الرحيل عن منصبه بنهاية الموسم الجاري واصدر فينجر بيانا بشأن رحيله اكد ان القرار تم التوصل اليه بالتراضي بين الطرفين عقل فينجر خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة يتلاتيكو مدريد في الدوري الاوروبي عن رحيله التوقيت لم يكن قراري وما تبقى تحدثت عنه سابقا واضاف سيكون هناك ودع مثلي لا اعرف اريد فقط العمل بافضل شكل ممكن هذا الفريق يحتفظ بجودته رأيت لعبيه يخضون تحدية ذهنية ودائما ما كانوا يردون بالشكل المناسب واختتم فينجر حديثه عن موسمه الاخير بقوله هذا العام وصلنا الى نهاي كأس الرابط ونحن الان في نصف نهاي الدوري الاوروبي انا مقتنع بمستقبل الفريق مع اضافة لعبين او ثلاثة فان ارسنال يمكنه السعي نحو البطولات بدأت ادارة نادي تشيلسي الانجليزية لاستعداد المبكر للموسم المقبل من خلال تحديد ابرز الصفاقات التي سيحتاجها الفريق الانجليزي خلال المركات الصيفي المقبل ووفقا لصحيفة الديلستار فان ادارة الابلوز حددت اولى صفاقاتها للموسم المقبل حيث ابرزتان تشيلسي يسعى للتعاقد مع السنغالي كاليو كوليبالي قلب دفاع نابولي لايطالية والذي من المتوقع يكلف خزينا لبلوز خمسة وستين مليون جنيه استرلينية ويحتل تشيلسي المركز الخامس في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد ثلاثة وستين نقطة متاخرا بفرق خمس نقاط عن المراكز المؤهلة لدور ابطال اوروبا قال اوربانو كايرو رئيس نادي تورينو الايطالي ان مواطنه انتريا بيلوتي لن يرحل عن صفوف الفريق باقل من 100 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي واضف كايرو في تصريحات ابرزتها صحيفة توتو سبورت الايطالية المقربة من تورينو ان بايلوتي عانى من سوء حظ في الموسم الحالي بسبب تعرضه لاكثر من اصابة عطلت مسيرته ولكن هذا لا يغير موقف النادي بان اللاعب لن يرحل باقل من 100 مليون يورو وكان بايلوتي يحظى باهتمام اكثر من نادي اوروبي في الموسم الماضي ابرزهم ميلا ومانشستر يونيتد واتلاتيكو مدريد ولكن تمسك كايرو بدفع قيمة الشرط الجزائي جعل اللاعب يستمر مع تورينو لموسم اخر فاكتف بايلوتي بتسجيل 12 هدفا فقط في 31 مباراة هذا الموسم وتعرض للعديد من الاصابات اثرت سلبا على مستواه مع الفريق اثار الارجنتيني ماورو ايكاردي مهاجم انترمي لان التكهنات حول مستقبله مع الفريق الايطالي بعدما اشر الى انه لا يعلم ان كان سيستمر معه في الموسم المقبل فيرتبط ايكاردي بمفاوضات من قبل العديد من الاندية الاوروبية على رأسها ريال مدريد ومانشستر يونيتد واتشيلسي واكد ايكاردي في تصريحات ناقلها موقع فوتبول ايطاليا انه لا يعلم ان كان سيبقى مع انتر في الموسم المقبل ولكن المهم انه يلعب مع الفريق في الوقت الحالي وقال المهاجم الارجنتيني لا يمكنني ان اتكهن بالمستقبل ولذا فانا استمتع بالحاضر وابذل كل ما في وسع من اجل الفريق يذكر ان ايكاردي يقدم مستوى هو الافضل له مع الفريق الايطالي في الموسم الحالي اذا شارك في اثنين وثلاثين مباراة سجل خلالها ستة وعشرين هدفا بمعدل هدف في كل مائة وسبع دقائق عزيزي متابع قناة عرب جول هل تتوقع رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد الصيف القادم شاركنا برأيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة